شكرا الكرام حياكم الله مدينة نتابع هذه المتابعة الحية من قطاع غزة هنا في قطاع غزة استلم الفريق المصري مواقع جديدة في مدينة جديدة غير مدينة غزة وهي مدينة دير البلح حيث هناك عدد كبير من المواقع سيتم التعامل معه خلال الأيام القادمة هذه الأجهزة والمعدات وهي بالعشرات والمئات التي سترافق الفريق المصري الذي سينطلق إلى مدينة دير البلح جنوب غزة حيث سيتم إزالة عشرات الألاف من الأطنان نتحدث من حيث المبدأ عن خمس مواقع مؤسسات أهلية وخيرية ومنشآت حكومية بالإضافة إلى عدد كبير من المساكن والأبراج السكنية الأرقام تتحدث عن عشرين ألف وحدة السكنية تضرروا في كل قطاع غزة ومنهم ألفين وحدة تضرروا بشكل بالغ بشكل كبير الوصول إلى دير البلح معناه بأن الفريق المصري في مدينة غزة قطع شوطا كبيرا في التعامل مع إزالة المخلفات والركام وبالتالي سيسهل عملية إعادة الإعمار في أماكن أخرى ومناطق أخرى سواء في خان يونس أو في الجبلية في أقصى الشمال أو في مدينة رفح لكن الانتقال إلى دير البلح مهم للغاية لأنها مدينة كبيرة من حس السكان ومهم جدا التعامل مع تلك المنشآت الحيوية التي تعرضت للقصر ستنطلق عملية إزالة الركام ثم بعد ذلك سيكون عملية إعادة الإعمار في توقيت واحد حسب ما وصل إلينا من معلومات وفي ضوء ذلك هناك لجنة شكلت عمليا وفعليا من قبل السلطة الفلسطينية رئاسة رئيس الوزراء هذه اللجنة سيكون منطبية التعامل مع جهات عدة في المقدمة بطبيعة الحالة الجانب المصري وإن شاء الله سنحاول خلال الساعات القادمة الانتقال إلى دير البلح حتى نكون على أرض الواقع نعطيكم مشاهدين الكرام صورة مباشرة لما يتم من عملية إزالة للركام هناك ثم تنطلق بعدها عملية إعادة الإعمار في كل قطاع غزة شمالا وجنوبا نعود الغنام إكسترا نيوز من مدينة غزة